الشيء الثالث والمهم الحقيقة لأن الأغراض الشخصية سيطالت على المجتمع العالمي والناس كلها بتفكر مي مي سيلفاً أيام أنا ونفسي وبعدي الطفان لكن هنا روح قويس بيخليك بتخدم بيوجه فكرك أنك تخدم الناس مش تخدم أي حاجة تانية لكن تخدم الناس بصورة قوية وتخدمهم مش عشان بتخاف منهم أو بتتعب منهم أو أنك بتتراجع لأنهم ما ممكن يأذوك لكن بتخدمهم لأن دي مهبت الرب لك لأن دي عمل روح قويس جواك محدش قال لي شاول ادخل الحرب يا شاول لكن شاول حسب المسؤولية أنه ممسوحه روح قويس أنه هو ملك على هذا الشعب وأنه ما يسمحش بالحد ياخد منه بلد وإزاي يهنوهم بهذه الطريقة فأنه كان بيخدم أهلي يبيش جلعاد بهذه المهمة لكن شاول لما طلب منه سامويل أنه يحرم مليق وبعدين دخل خد الغنم وخد البقر ورجع وخد أجاج ملكهم وسامويل سمع من الرب قاله لو كان سمع مني الكلام كان مملكته سبتت روح قوله أن اللي عمله غلط لأنه أنا حشيره من ملك لدرجة أنه سامويل رح قاله أنت عملت إيه طاعة أفضل من الزبيحة قاله أنا أبدا أنا اخترت خيار الغنم للرب إلهك مش حتى الرب إلهي در الرب إلهك أنت يعني عشان نسبح عليه من الرب إلهك فرد عليه قاله الطاعة أفضل من الزبيحة فده الخطأ اللي عملوا شايفة وأفقادوا المملكة نعم إنه هو خاف من الناس يقول أنا خفت منهم فعملت ده لا إحنا ما بنخافش من الناس إحنا ما بنعملش الغلط عشان بنخاف من الناس إحنا بنعمل الصح عشان بنحب يسوع